بتحب السمك المشوي نفسك تعمليه في البيت بس خايفة من الدخان والبهدلة تعالي نهاردة هقولك ازاي تعملي السمك المشوي من غير ولا نقطة الدخان وهقولك على اسرار وتدبيل المطاعم بتاعت السمك السمك الحلو انت شايفة ده وازاي السمك اشرته تطلع معاك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده والقشرة ما تلزقش منك على السمكة تاكليها بكل سهولة خليك معايا لنهاية الفيديو عشان تشوفي كل الاسرار والتكات اللي تخليك تاكلي احلى سمك مشوي وهقولك على النوع السمك البولتي اللي تقدر تشتريه ويكون طعم مجميل قبل ما نقول عامة النقواصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني تخوي القناة وكايمة المكتوى لو عاجبك اعمل اشتراك فعل الجرس على الكل هنوصلك كل جديد يلا بينا نبدأ ونشفع عامة النقواصفة النهاردة ازاي اول حاجة السمكة بتاعتنا لازم تكون سمكة كده كبيرة النوع الكبير ده بيبقى طعمه جميل جدا بيفرق كتير غير السمك الصغير وتكون السمكة اللي هنشويها ما بنقشرش القشرة بتاعتها اللي بيكون السمك البولتي بالقشرة بتاعه ده السبب اللي يخلي القشرة بتاعتك اه تطلع بكل سهولة من على السمكة دي اول حاجة بنسبة لايه للقشرة بتطلع بسهولة في سبب تاني هنقوله اثناء اه واحنا شغالين اه في الفيديو ولازم سمكة تكون اه كده تكون ناشفة ما تكون شطرية وتكون يعنيها بتلمع وطبعا هنخسل السمك كويس جدا بالفرشة كده هوت تخصي فرشة للسمك تخسلي بيها قلب الايه السمكة تعالي نشوف بقى التدبلة الحلوة بتاعتنا معايا معلقة من التوم توم فريش ومعايا عصير اتنين لمونة او لمونة كبيرة وانزلي بمعلقتين من الخل الحاجات دي يا جماعة بقى المكونات دي تقدر تعمل بيها اي تدبلة سمك سمك مقلي سمك ما شوي تبقى تحفة راهبة جدا وحطيت معلقة من الكمون معلقة من البابريكا معلقة صغيرة وحطيت كاري هندي وحطيت بوهرات سمك خاصة بالسمك ونزلت هنا بحوالي كده معلقتين زيت او تلات معلق زيت ودي بقى هارست الشطة بتبقى جميلة جدا باستخدمها ايه في حاجات كتير جدا هتلاقوني بحطها في حاجات كتير يعني خلوا البرتمان ده عندكم كده في الفريزر استخدموه في حاجات كتير جدا لو عايزين تشوفونا عملته زي ادخلوا على الصفحة هتشوفوا انا عملت هارست الشطة الزي ودي بقى المستردة اللي بتودي التدبلة بتاعتنا بحطة تانية خالص تعملي بها بقى الجنبري البنية تعملي بيها السمك المقلي تحفة المستردة مع التدبلة مع الجنبري مع السمك المقلي اي حاجة مقلية مع المستردة بتبقى حكاية حقيقة ريحة التدبلة يا جماعة تحفة مش هتركوا عاجة ملها تعالوا بقى كده الاول هياخد جزء من التدبلة ديت وتبل السمك كده من جوه بالشكل دوت نحط حبة كده كويسين السمكة انا هقسمها الكزا جزء التدبلة ديت جزء هنحطه داخل السمك زي ما انت شايفها كده هو وجزء هاخده وحطه على الخضار بتاعنا ده بقى معايا بصل معايا تماطم معايا فلفل معايا بقى دونس هاخد منه جزء وحطه على الخضار دوت هتدي له طعم جميل جدا ده اللي احنا هنحشي بيه السمك بيفرق كتير جدا في طعم السمك وبرضه بيتاكل بيبقى جميل جدا طبعا الخضار ده انت من الضفوة وانت اللي عاملاه فابتاكل يعادي جدا بيبقى طعمه حلو قوي لما بقى داخل السمكة احشي بقى بيه السمك كده هو هملأ السمكة بالخضار دوت وبيطعم السمكة وانت كمال لما بككليه بيبقى طعمه حلو مع الرز املي بقى كده السمكة كده جميل جدا كده السمكتين خلاص ماليتهم كده بالحشوة بتاعتنا التحفة ديت بعد كده هجيب الملح ورش على السمك من الجهتين ملح كده ياريت يكون ملح خشن لقدامل جدا قلب السمكة على كل جهة وارش عليها ملح بالشكل ده كده بعد كده تعالي بقى هات الردة بصوا القطة كده هتتجنن تتجنن وعايزة تاكل من السمك رحتي السمك عمالها قلبين تعالوا بقى كده جبت بقى الردة وابتديت ان انا آآ آآ أملة بيها السمكة من جميع الجهات منها كويس جدا بالشكل ده كامل جهتين آآ هملة السمكة بالردة رش عليها كاية كمية كويسة بعد كده بقى بجيب صانية وحط عليها شبكة يوم عندي كيش شبكة زي ديت ممكن تستخدم الشبكة بتاعت الفرن عمدي جدا بحط بقى الناحية التانية كمان برضو الردة بالشكل دوت. الشبكة الصنين ينفعاش اي حاجة خالص. الصنين اشفى والشبكة معلاش اي حاجة خالص. احطها بقى في الفرن. احط الرف الاوسط. اه اشغل الشوية وهشغل الفرن. هشغل الاتنين مع بعض. لو انت عندك الشوية بتشتغل لوحدها والفرن بيشتغل لوحده. الاول هتشغل الفرن. لغات ما تحس كده هو السمك هياخد نص ساعة. اه تسوية. هتشغل الفرن. تلاقي السمك استوى. بعد كده اشغل الشوية وخليه بقى ياخد اللون اللي هو الاصمر اللي انت بتشوفيه دوت. كده هيبقى جميل جدا ويستوي. لعنشو بقى التدبيلة التحفة اللي احنا هنكمل بها السمك بتاعنا. معي بقى هنا. اه دي طماطم مفرش. عصير طماطم. بشرها كده هو. نغير اي حاجة خالص. وحطت عليها نصف كبية من الميا. وحطت عليها البقدونس. وختم التدبيلة التحفة بتاعتنا اللي احنا عملناها في اول الفيديو. التدبيلة دي معنا مستمرة. اخدناها في كزا حاجة. وزودت هنا عليها الزيت. يبقى دي طماطم مبشورة. وعليها التدبيلة. وعليها بقدونس. وحطنا زيت. تحفة يا جماعة الخلطة بتاعتنا ديت اللي احنا دلوقتي هنحطها على السمك. وحطيت جزر. اللي دي بقى هنركينها دلوقتي كده على جنب. ومعلومة تانية احب اقولك عليها ان السمك لما بنيجي نحطه في الفرن. لازم يكون الفرن سخن جدا. ده سبب من اسباب ان القشرة بتطلع معي بكل سهولة. مش عايزة الفرن يكون بارد. وادخل جواه السمك. لازم الفرن يكون سخن جدا. آآ لما ندخل على السمك بسي. خد بقى كده ويش. وهقلبه عن ناحية التانية. هي كل كده ناحية بتاخد لها حوالي آآ خمستاشر دقيقة. بالشكل ده كده هوت. نقلب عن ناحية التانية. لو لقيت كده حتة اللي رضة تشارت من عليها. آآ حطي عليها احب ترد زي ما انا بحطي كده هو. لان هو السمك المشوي رد يعني ردت لها محروقة كده من على الوش. اكنك عاملها على الصاجة بالزبط. لا يحتاج لها. انا قبل كده عملته لكم على الصاجة في فيديو قبل كده. كان جميل جدا. فدي عشان ناخد نفس شكل السمك المشوي بتاع الصاجة. فاحنا بنشغل الشوية. يعني اول ما تلاقيه اخد آآ آآ استوى كده هوت. راح نطلع على الرف اللي فوق شغل الشوية عليه. ياخد اللون بتاع الشوية كده وعا الصاجة بالشكل ده. بصي فورا بقى دلوقتي. وهو لسه سخن كده هوت. يبتدي نحط عليه التدبيلة التحفة بتاعتنا اللي احنا لسه عاملناها مع بعض. بصي بالشكل ده كده هوت. الريحة بقى السمك وهو سخن مع التدبيلة بيطلع ريحة جميلة جدا. كليه يشرب بقى كده وهحط كمان داخل آآ السمك. عند الخلطة او الحشوة اللي احنا حطينها. عشان قلبه يشرب وبين بره يشرب. هو بيقعد شوية كده واي تدبيلة بتبقى تحت في الطبق هو بيشرب منها. بالشكل ده كده. واحطي طبعا من جوزة ما شفته كده بالشكل ده. طحفة رهيب جدا. الريحة مش قادرة اقول لكم. تعالي بقى وريكي بقى السمك وجماله. وازاي الاشرة بتاعتنا بتطلع معنا بكل سهولة. يلا اللي موجود معي لغاية دلوقتي يدوس لايك. شايفة الاشرة. بكل سهولة. بنشيل كده الاول الشوكة اللي على الجنب ديت. وبعد كده برفع كده هو بتبقى معي بكل سهولة بتشال. سمك ريحة وجمال. وكل لما يكون جماعة سمكة كبيرة بتلاقيها برا عن فصوص. يبقى طعمها مختلف تماما غير السمكة الصغيرة. النوعين بلتي بس السمكة اللي بيكون حجمها كبير يبقى طعمها مختلف تماما. بتلاقي كده عبارة عن فصوص سمك كده هو بتبقى جميلة جدا. ويبقى لونه كمان ابيض غير السمك الصغير. بيبقى لونها مسمر شوية. لكن السمك الكبير تلاقي اللحمة بتاعه قبيض وعبارة كده عن فصوص. رهيبة زي ما انت شايفها كده هو. بكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة. لو الوصفة عجبتك وحبت فيدي حبايبك واصحابك وقرايبك. اعملي لايك وعملي شير للوصفة. ولو انت مش مشتركة واول مرة تشوفين اعمل اشتراك. فعل الجرس على الكل. انوصلك كل جديد. منا الوصفة تعجبكم وتنفذوها. وليه رأيكم في التعليقات. وقلقاكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.